اشتركوا في القناة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام انتصل إليكم أينما كنتم ماذا يعني أن تكون ممرض هل يعني فقط أن تمتلع بالرحمة وأن تحمل معك علم وفن وإنسانية أم أن تحمل مجتمع كامل على عاتقه ما هي الرسالة التي يرغب كل من يعمل بالتمريض في إيصالها للأسر وما هي علاقة الصحة العامة ببرنامج جودة الحياة التمريض والصحة العامة حديث هذه الحلقة وضيفتي في هذه الحلقة للدكتورة أي ريج زعير رئيسة قسم تمريض صحة المجتمع بجامعة طهبة رحب فيك يا ريج واستأذنك أنه نكون أقرب إلى إنسانك بعيدا عن المنصب واللقب أهلا وسهلا بيكم وشكرا أنكم أستضبتوني في هذا البرنامج والفودكاست اللي أتمنى أنه يكون أحد الطرق اللي توصل رسالة التمريض أو صحة لصحة المجتمع قصة أريش كمان لكل شخص ممكن يشوفها يعني ملهمة لك أو جانب بسيط منها إنه ألهمت أو تساعدت فشكرا مرتاني لكم وإن شاء الله كنا نحص مضلب في البداية يعني بنسأل كل ضيوفنا لأنه نحن نؤمن إنه كل إنسان على وجه هذا الأرض له قصة مختلفة فاليوم أريد أنتج قصتك قصتي قصتي زي قصة يمكن كل فتاة في السعودية في الفترة اللي كان فيها إنك تخش التمريض حاجة غير مرغوبة فيها من قبل لك صحة التمريض معروف إنه مهنة وكان معروف عند المجتمع عندنا قصة الصحابيات اللي كانوا في مهنة التمريض هذا شيء معروف ولكن لما يجيق القبول في التمريض يبدأ تشوف واقع آخر إنه لا ليه إن نسبتي كانت عالية المفروض ما تخشي في ذاك الوقت ما كان فيه اختبار تحصيل وقدرات كانت الاختبارات تيجينا من وزارة التعليم العالي جيب نسبة كانت في التسعينات طبعا هم يحطوا في بالك تخش طيب تخش كده أنا ما كان داشت شيء في بالي أنا كان في بالي أبغى شيء جيب فلوس صراحة كنت أبغى حاجة يعني لأنه أصلا أنا ما كان هدفي أصلا إنه أكون طيب تمريض قم هادي عندي إنه الفلوس وسيلة توصلني خلاص لشيء أعلى من كده أنا مو طموحي فقط إنه الشهادة هادي أو طموحي أو طموحي أو صلي للشيء طبعا قبلا كان نفسي كن معلمة بعدين لما بدأت أكبر بدأت تعلي وظيفة المعلم تكون إنها شبه يعني ما في وظائف كنت أبغى التمريض ضمن عرفت إنه فيه دبلون تمريض خلاص قلت لأهلي قلوا لي لا هم حلو لا شوفي حاجة تانية يمكن تخش صيدة لا تخش طمريض نطب قدم وقتها كنت أنا نشأت في القاعدة العسكرية في الطائب خلاص فأنا رحت لمدارس الأبناء تعتبر مختلفة نوعا ما عن المدارس حيث تبعت ذات التعليم نشأت في القاعدة العسكرية تصميمها كان مختلف عن معظم المدن في المملكة كانت أقرب للطراز الأمريكي من ناحية فيها نوع من أنواعها سميها الأنسنة حقية المدن خلاص إنه الأرصفة الحدائق في كل حي كانت جميلة فإمكان أنا نشأت كمان مهما كان ما أقدر أقول زي أي شخص لما نشأت كنت شب شي جميل قدامي ما شفت طبيعة كمانت كنت في الطائف يعني كان في حديقتنا شجار الرمان وهذه الأشياء لما نجيت تخرجت قدمت جامعة الملك عبدالعزيز ما كان في في الطائف في ذاك الزمع أعتقد كان في فقط سبعة جامعات في المملكة في كثير من دالجيل ما كان أنه ما يعرف في القصة كان في فقط سبعة جامعات كان جامعة ملك عبدالعزيز أحدها غير كده كان كليات تربية قدم طلع اسمي في متخصص اسمه التمريض العالي ما عرف أش هو ولا أهلي ما يعرف أش هو صاروا يسألوا إذا التخصص إيش ده في نهاية طلع أنه باكالوريس دراسته خمسة سنين أتفاجعون أنه الشي اللي كنا نعرف دهك الوقت دبلومي يعني فقط وكان يقدم فقط من قبل المستشفيات تتخرج تشتغل في نفس المستشفى دي فكان هذا باكالوريس أخصائي تمريض ما كان تتخرج أخصائي بصراحة ما كان في ذلك التعريف بس كان تمريض عالي باكالوريس تمريض هذا كان أهلي يعرفوه ترددوا أهلي مرة كثير ما كان عندي حب أقول لك للطب أو حب للصيدلة ولكن كان عندي حب للتمريض بس ما كان خيار رقم واحد أخفت أن أهلي قبل كده كانوا قالوا لي لا أخدى فسبحان الله قبلت فيه أهلي كان أتوقع أن أمشي فيه عشا سأحول ضرط برضه فس لما استمرت فيهم عشا سأحول بس أنا ما كان في بالي أخصا أحول بطا خصوصا ممتعش خلصت التمريض وجدت مرحلة الإبتعاد لا خلصت الامتياز كان في المدينة جينا نبو نتوضب كان وقتها بدأوا فيه برامج الإبتعاد أعتقد كانت الدفعة الثالثة والرابعة ديك الفترة فأنا قلت لا أنا لازم أشتغل أخذ خبرة بعدين أطلع إبتعاد طيب جينا ندور نتوضف قالوا لي أنت عندك باكالوريس إحنا ما نوضف باكالوريس إحنا نوضف فقط دبلوم تمريض أنت شيء ما هو موجود فداك الوقت حتى عندنا في السلة حبوزات الصحة ما كان في حاجة اسمها باكالوريس تمريض كان يعين على فني فقلوا لي ما فيش إلا أنك تتوقع ورقة التنازل أنك تتم تعينك على سلم الفنيين خلاص ولكن رح تكون الدرجة أعتقد غير إنه حاجة زي كده كانك شخص تشتغل سنتين وتعاد سنين كل الدرجة رح تكون إنه غير ولكن على سلم الفنيين أبويا مرزعلي جدا زعل هذا الشيء أهلي زعله بس ولكن كان هذا الشيء المتوفر في جدة كان غير كان عندك باستشفى العسكري الحرس التخصصي كان عندهم السلم ذاك الفترة كان مستشفيات التخصصي عندها السلم الخاص بيها يعني ما كانت متزوعة لصف الزواط الصحة فكانت تعين على خصائص مريضي يعني كانت تحمل البكاليوريس وذي الأشياء أنا في المدينة ما كان موجود المستشفيات التخصصي كله مستشفيات الزواط الصحة وقعت على ورقة التنازل استنيت الوظيفة ستة شهور سبعة شهور كم سنة ما جاءت الوظيفة في نهاية جاءتني مكالمة من الرياض إنه أنت عندك بكالوريس تمريض إحنا على وشك نعدل السلم فسترت تعيني على أخصائي فاستني كمان لا تشتغلي فقلت أوكي كانت فترة جدا صعبة بالنسبة لي تم تخرجوا على أملك هذي الوظيفة تشتغل فيها بسرعة رح أجيك راتب وفلوس جاء السنة عاطل في البيت أنت تخصص بكالوريس تمريض كنت الوحيدة اللي في المدينة اللي في ديك السنة كان عندها هذا التخصص ما كان فيه أي كلية أنه قسم يخرج خصائي تمريض في المدينة في ديك الفترة نهائيا ما كان فيه كانت ما زعته زعت الصحة تخرج دبلومة تمريض فاتصور قلت لي أطلع أشتغل في جدا في مكان لا خلاص كفاية غربة أنت خلاص بشاهد أحلوك أذكر كنت أنا أقدم في جهة وبابا يروح من وراي إنه وفقت إنه أشتغل في مستشفى خاص أهلي حتى لو راتب مخطف أرجعي دعا إيه من فين أرجعي؟ آتي كنت نفس النقطة إنه كنت تقدم على وظائف آه فكنت إنه بقدم على وظائف فوزاعة الصحة تأخرت لقد قلت خليني أشتغل في مستشفى خاص أوكي حتى لو راتب أعتقد كان أربع على ديك الفترة والتلات اللي عرضوا علي ما كان في حد أدنى للرواتب ديك الفترة أذكر آم قلت أوكي كل شي تمام أوه سعودية ومستشفى خاص إنه تمام بابا ما كان يبقى كنت أنا أقدم بابا يروح من وراي يسحب الملق كان يسمح للرجل إنه يسحب الملق يعني هو كان إنه لا إنه بنتي تستاهل شيء أحلى من كده يعني آآ كان فيه مستشفى العسكري في المدينة دو فاتح يعني فقدمت برضو إلينا في النهاية ما جاني لعقد حقهم إنه ممكن يوظفوني هي تعتبر مستشفى تخصصي ممكن يوظفوني ولكن بعد نفشأ أشترطوا الهيئة تصنيف الهيئة السعودية فكان وقتها ما كان إجباري فأنا في دي الإجراءات يعني إنه كنت عديت فوق السنة أنا جدا مكتائبة كنت مرأت في كتير آآ فتحت جامعة الطيبة قسم إيش آآ تمريض تحت إيش مضلة كلية العلومة الطبية آآ فكانوا يبقوا معيدين فبابا قال لي يلا روح يقدمي فالبابا سأل فيها ابتعاث قال لي ما مشكلة فرحت وقته كان فيه برامج حتى الإبتعاث يعني فجيت إنه خلاص قدمت كنت حتى الوحيد اللي قدم يعني بس الحمد لله يعني بعدها في ستة شهور يعني جاتني فخلاص ستة شهور تانية طلعت الإبتعات حقي فأول ما جيت عندهم أنا في المقابلة يقول له قبلناك إيش تبه التخصص في التمريض التمريض فيه تخصصات كثيرة جدا إيش داري رجع لها في إيش عندنا اللي هو تصنيفات اللي دحين نازلها رح يلقى فيه تخصصات مرة كثيرة فأنا في ذاك الوقت بتخصص في تمريض صحة المجتمع فأنا بصير معيدة في إيش تمريض صحة المجتمع وبحضر الماجستير والدكتورة في هذا التخصص إيش كان السبب إيش كان السبب السبب كان فيه عدة أسباب منها أولا إنه لما كنت أنا أدرس البكالوريوس كانت المادة هذه آخر مادة نأخذها تمريض صحة المجتمع كانت مادة غريبة لأنه في هذه المادة أنت ما تمارس الشي المتعودة اللي هو التمريض إنه المستشفى وتدي الأدوية أو العلاج هذا السريري فمنظمة الإشارات كنا نقرأها تنظيرية خلاص من كتب إنها في أمريكا وشيء زي كده فكانت جذبتني إنها فيها حسيت عالم آخر يعني فيها إنه مثلا أكون أنا أقرأ في السياسة قوانين البلدة هادي وكيف تأكثر على صحة المجتمع يكون تركيزي أكثر إنه أثقف الناس وأعلمهم فيها الزيارات المنزلية فيها أنك تسوي الحملات الصحية تلقيت أشيات لكن أسأل فيها إنه هذه الأشيات ما هي مطبقة عندنا لدرجة أشتريت كتاب تاني وهذا شيء أنا أحب في جامعة ملك عبد العزيز يعني أنشأتني على الكتب يعني كان عندي كتب وزنها الواحد خمسة كيلو خلاص كتاب كده كده كبير اسمه ميت سيرج فدراساتنا كلها كاتم الكتب فأنا أشتريت كتاب تاني خلاص وصرت أقرأ فيه لدرجة وأنا بشارك كانت الدكتورة تقول لي إنه أنت قرأ من كتاب غير الكتاب حق أنا يعني صح قد كيت حمست إنه عالم آخر يعني تقدر تبحر فيه إيه تبحر فيه يعني شيء ما له خارج عن الأطر اللي أنا كنت أعرفها فكنت أحبه يعني بس ما كان في بالي لأنه أصلا لما درسته كانت مثلا حتى لما كنا في التطبيق ما كنا نشوفه ليش؟ لسه ما هو موجود في المملكة ما في وعي عليه خلاص فما كان محطوط في بالي خلصت الامتياز في الامتياز أخترت حاجة عندنا آخر شهرين في السنة الامتياز تختار يسموها مكان معين تبقى كمان تقضي فيه آخر شهرين فأنا اخترت العلانة المركزة حقا للأطفال يعني كنت مرة يعني أحب أشتغل في العلانة المركزة ولكن وأنا هناك كانت أشوف كتير أطفال بيخشوا العلانة المركزة بيجيهم إعاقات بيخشوا في غيبوبة أنزيف في الدماغ بيموتوا الأسباب كنا نقدر نمنعها بس لو كان عندنا شوية وعي بنت غرقت في المسبح هذا الشيء كنا نقدر نمنعه طفل بعد الولادة جالوا الصفار الأمة عالجته ولا راحت عالجت قدت له من الطب الشعبي فدخل في إعاقة هذا الشيء كنا نقدر نمنعه بنت مريضة رخبطوا أمها ما تعرف كيف تعطيها الأدوية رخبطوا في الأدوية حقتها تعب القلب حقها وتوفت خلاص إنك تشوف الحالات في الأطفال هذول الصور اللي هما يعتبروا مثلا الاستثمار حقنا خلاص اللي الجيلة الجاية اللي راح يجي يبدأوا بتخسر أنت كل طفل بيموت هده هده تعتبر خسارة خلاص كل الشكل لنقدر نمنعه لو مجرد كان فيه وعي حتى إناك تشوف لو كنت أعرف بس لو كنت سويت زي كده كان يحتاج وعي ولما تخرج كانت وقتها أنفلونزا الخنازير كانت فيه الجائحة في المملكة وكان فيه مثلا الاستنفار اللي صاير والعيلة يروح يأخذوها والاحتياج فكنت كتير بدأت أذكر مادة صحة المجتمع اللي درستها قلت أوكي كانت المادة هادي تتكلم عن دي الأشيات إني كيف أتدخل نحن في المجتمع جات أنا جائحة كيف نبدأ نتدخل فيها التتقيف الصحي أروح للمجتمعات أروح لناس عندها أتتقفها خلاص مو أستنى ما يجيوني المستشفى الناس تجيك المستشفى وهي مريضة وما تجيك وهي كويسة طبعا كيف أوصل لهم أمنعهم أنها تمرض في نهاية أقابلها في العيام وكذا الوقاية خير أيوة طب كيف فهين كانت تخصص صحة المجتمع اللي يروح للناس في بيوتها في مجتمعاتها في المدارس ويوعيهم أشاس يمنع أنهم يمرضوا خلاص وخشوا المستشفى لما تصير عندك جائحة يروحوا نروح للبيوت حقتهم نسوي الفحص نسوي هذه الأشيات نسوي التتقيف الصحي كيف في البيت تعزلوا نفسكم كيف في البيت ننتبهوا هذه الأشيات هذه كلها في تخصصات تمريض صحة المجتمع كنت أدرسها فديك الفترة قلت أوكي صح التخصص داع ما هو موجود في المملكة يعني أحد أشوفه يمارسه تحت تخصص هذا ولكن له إحتياج فلما انقبلت أنا اخترت هذا التخصص وعبويا مرة ما كان يبقى رح يقول لي هو كي صح التخصص ما هو موجود بس ما هو موجود تخصصي رح ترجعي ما رح تلقي تتوظفي وهذا للأسف صح أحد زميلاتي أتخرجت من أمريكا في التخصص طمري الصحة المجتمع لما رجعت ما توظفت في التخصص يعني ما رح تلقى وظيفة إسماء نحتاج ممرض في التخصص صحة المجتمع ما لقدش يعني وصلا تشتغل في مجال ما له علاقة بالتخصص يعني ما حي قدر يستفيد من العلم إن هي درسته خلاص لأنه ما زالت الأماكن دي توظيفهم في المملكة خلاص لسه ما زال محدود خلاص بس في إدارات تطقيف صحي في المستشفيات إيه بس اسألهم هل هم يعني مثلا خلاني دح نخش مثلا نت ندور تمريض صحة المجتمع أبودي الوظيفة ما رح تلقى ما رح تلقى أصلا أنا بدور ممرض تتمريض صحة المجتمع أنا صح أعرف إنهم نادرين موجودين ولكن أصلا ما كيف أنا أكس إحتياج أنا كم شخص يعرف إنه كم شخص أحتاج خلاص ما فيش أنا الشي اللي ساعدني وقلتها وقتها لبابا وقلتها صح بس ولكن أنا رح أرجع في الجامعة وظيفتي موجودة هذا الشي اللي ريح بابا كتير إنه أوكي رح ترجع صحبتي رجعت ما كان لها وظيفة موجودة كان على ابتعاد برنامج المانك ما توقفت ما لقيت لها جهة خلاص كان الجهات المعروفة إنك تروح إيش تتبع إيش جامعة طيبة اللي تتبع الجامعات أو إنه مثلا بضعة الصحة بس أنا ما بلقي يعني زي ما قلت هل فهنا نحن نلقى ندور وظائف ما رح تلقى ده المسمى أنا أبغر في التخصص هذا إلا تكون جامعة تقول لك أنا أود أندور في التخصص بس ما رح تلقى مستشفاءات تقول لك أنا بدور شخص بهذا التخصص طيب كنت تتكلمينه التمرير التخصصات في ممرضين اللي عبار وسحب دم وكذا وفي اللي مثلك اللي هي مركزين على الصحة العامة وتوعية المجتمع والتثقيف الصحي إيش مفهوم التمريض كذا بشكل عام علشان نقدر نستوعب من هو الممرض شوف كل ممرض خلاص مو هدفه إنه يعالج مرض هدفك إنه أنا أعطيك رعاية خلاص بغض النظر هل هي حاليا وإنت مريض أو إنه إيش أثقفك صحيا وأديك وعي عشان لس صيب مريض خلاص فهي كل ممرض في هذا الشي يعني فيما تحنا نجيك حتى ترى اللي في العنان مركزة أنا لما يجيني المريض في العنان مركز وعلى واشي إنه يخرج من المستشفى ترى بيستيبت تتقيف صحي وإحنا نحب دي أخد أدوية معينة أبدأ أعلمه وأبدأ أعلمه ممارسات معينة وأبدأ أثقفه وأقوله كده إن عندك هذا المرض هذا ففي المستقبل كل كده لا تأكل زي كده سويده الشي هذا برضه تثقيف خلاص عشان إيش ما نبقواهم يرجعوا يمرضوا ولا يخلوا شونا أنا مركزة مرة ثاني خلاص فكل ممرض أصلا يعني مهما كان تخصصه جانب إنه التثقيف والوعي وزيادة الوعي لأيش الناس اللي نسميهم مرضى ولا العملاء ولا الشخص اللي احنا بنشوفهم كل الكل يعني هي ما هي حصر صراحة التثقيف الصحي أو الوعي على تمليص صحة المجتمع خلاص ولكن تمليص صحة المجتمع ما هم حدود في المستشفى يخرج المجتمع نفسه يعني أنا أروح للناس نفسها تشوفهم مثلا في المولاد تشوفهم في المدارس أوكي نستخدموا الإعلام تشوفهم في مراكز الرعاية الأولية يعني مراكز الرعاية الأولية لها في المستقبل رح يصير تغير مرة كبيرة فيها رح تكون هي في كل حي رح يكون عندنا وكل تقسم في المملكة رح يكون عندنا مراكز رعاية أولية رح يكون لها برامج خاصة في إيش التثقيف الصحي يعني أنت زم الطبيب لوحده خلاص ما رح عنده وقت يقعد ساعة يشرح لك أوكي مهما كان هم يتخرجوا ويتخصصوا يقعدوا سنين أكتر من سبعة كم قم عشر سنين عشان يتخصص معين في النهاية أنا ما رح أجيب وأوظف في مراكز صحية عشان يقعد طول وقت وفقط يدي إيش تثقيف صحي هو تخصص وأتخصص لأشياء الثانية طب في أمريكا إيش لقلقوا أنه الممرض يقدر هو يمسك هذه الأماكن أنا مثلا في الرعاية الأولية في المركز الصحي في هذا الحي يجيني متابعة خال جاكي والله مريضة عندها السكر أنا أقعد معاها ساعة أديها تثقيف صحي أعلمها أجيب لها أوريها هذا يتصير يعني حتى في مراكز الرعاية الأولية في هذا الشي في نوع من أنواع اللي يسموها الرعاية اللي نعطيها خلاص ولكن اللي أتمنى في المستقبل هو هذا يعني أنا شافته هو التوجه اللي سيصير في الموردة خلاص لأنه من الأشياء البرامج عندنا اللي بتستهدفها الرؤية وهذه الأشياء إنه إيش زيادة الوعي تغيير سلوكيات المجتمع خلاص إنه هو يتخذ إيش قرارات صحية طب أنا كيف أزيد الوعي حقه كل ما المجتمع عندي صار إيش هو يتخذ قرارات صحية كل ما إيش قلت عندي نسبة إيش في المستقبل الإصابة بالأمراض المزمنة اللي تقعد سنين وتكلفة علاجها مرة كثيرة وتأثر على جودة الحياة لهذا الشخص وكل ما زادت نسبة أمراض في المجتمع معين رح تأثر على المجتمع بكبره فإيش هذا كل مهم في إيش الرعاية الأولية ناحية التثقيف الصحي فرح يكون في دور لمراكز الرعاية الأولية متخرجين في تخصص صحة تميض المجتمع يقدروا يشتغلوا في مراكز الرعاية الأولية خلاص إنهم يكون عندهم هما يتخصصوا في طريقة التثقيف الصحي التثقيف الصحي اللي واحده علم حاله يعني مثلا كم شخص ما يعرف إنه التدخين مضر العلبة تأخذها مكتب عليها إنه مضر ولكن كم شخص رح يقلع خلاص فأنا كيف أخلي الشخص هي ما هي قصة أنا وسط للمعلومة دا دار ولا مطدار هي قصة كما كيف أساعدك أغير السلوك حقك فييجي هنا الدوار تيجي الأنشطة تيجي دور الدولة تيجي المؤسسات فتمريض صحة المجتمع يشتغلوا على مؤسسات أكتر شي في يشتغلوا في عمل الأبحاث يعني أنا أذكر في فترة حقية الماجستير كان كل شغلي أبحاث يعني تقريبا كنت أروح للمراكز الأبحاث اللي تصير على المجتمع عندي كان مجتمع وأسوي عليه أبحاث عشان أشوف نسبة السمنة عنده كم إيش نوع الغذاء اللي هو يأكله إيش أنماط الحياة حقتهم كيف ده حين لما نبدأ نديهم تثقيف صحي أو برنامج توعوي يكون مبني على أنه أنا أريدي عارفة الثقافة حقتهم أنا عارفة دي الأشياء فما أديهم أجب لهم شيء يصير في أمريكا وأجي أطبقوا عليه مع مثلا في السعودية أجيب برنامج جاهز من أمريكا وأطبقوا عليه لازم يكون البرنامج مبني وخاص لهذا المجتمع فتخصص تمنية صحة المجتمع يغطي جوانب مرة كثيرة ولهم أماكن جداً كثيرة يقدروا يشتغلوا فيها خلاص ولكن إيش أرجع أقول أنه الوعي والتفقيف ليس أحصر على تمنية صحة المجتمع ولكن كل ممرض يهدف إلى توعية المرض حقهم بجانب أطوهم الرعاية وهذا نوع من نوع الرعاية هل دور التفقيف الصحي يقتصر أسأل الممرض أو الممارس أم لا فيه دوار من جهات أخرى لها علاقة يعني أنا مثلاً قاعدة أشوف اليوم كم صار لأن السان أنماعي بالتدخين وغراره بس هل قاعدة تقيل النسبة؟ أقول أشوف في المملكة ما أعرف بس في أمريكا آخر الدراسات قلت النسبة النسبة عندهم قلت ولكن سووا دراسة وهذا إنشاءة الأدرسة على الطلاب أو أدرسهم البحث داع إنه لما نشافوا الفئات الفقيرة أو الغير المتعلمة لقوا النسبة عندهم أعتقد توصل أربعين بالمئة ولكن إذا طليت الفئات المثقفة والغنية أعتقد النسبة جداً قليلة عندهم يعني وهي يعتبر قلت في أمريكا قلت عموماً ولكن لما تشوفها حسب فئات المجتمع مستوياتهم في فئة بيزيد عندها وفي فئة بيقل عندها فأنا أقول على المدى البعيد أنا ما ديشل إحصايات في المملكة ولكن في دول لا التدخين بدأ يقل عندها لكن بدأ في زم أكتب الفئات بدأ يزيد فيها يعني هنا يجل الفئات هذه كيف يستهدفها يعني في النهاية الشخص هذا اللي التعليمه بسيط ما رح يعرف إشيه مثلا برامج النيكوتين اللي يزيل مثلا اللبان واللصقات ما يعرفها ما يعرف كيف يستخدمها أصلا ما عنده حتى الفلوس القدر أن يشتريها خلاص مو زي الإنسان المثقف ولا اللي عنده فلوس اللي قدر يشتريها وقدر يساعد إنه إيش يبطني على التدخين مقابل هذا الشخص ما يعرف حين يكون عنده مشاكل وهموم كثيرة يخلي أصلا إيش يبطي التدخين التدخين ده حاجة بسيطة يعني مقابل الهم اللي هو عايش فيه أو تبقى حاجة يعني متكاملة يعني بين القطاعات إيوه صحة المجتمع ما هي يد وحدة تبتكلم عن المجتمع وهذه من الأشيات اللي حتى مثلا في المادة نفس يعني عندنا ما أسمى طمري صحة المجتمع لما نجي ندرسهم الطلاب يروحوا المدارس يدرسوا القوانين إيش يسمي يروحوا يشوفوا الجمعيات الخيرية يتكلم عن النظام يعني أنا مثلا يجيني طفل والطفل حسيت فيه عنف أسري واللي الأم عندها عنف وصير فيه نوع من أنواع الاعتداء لازم أعرف كيف أتواصل مع الجمعيات هذي اللي مختصة في إيش العنف الأسري وحل المشاكل الأسرية المختصة في حماية الطفل جاتني أسرة حسيتها حالتها المادية ضعيفة لمين أوجهها إيش هي الجمعيات خلاص فمهيم في صحة المجتمع يسموها الشراكات المجتمعية خلاص الشراكات مع جميع المؤسسات اللي تساعد اللي كلها في النهاية كلها هي مجتمع نحن منظومة وكل شخص يعطي شيء معين فهو لا يعني تثقيف غير محتصر أصلا على تميض صحة المجتمع فيه تخصصات أي شخص يقدر يتقف خلاص ويقدر يعطي هذا الشيء يعني الناس للتخصص التغذية ويقدروا تثقيف خلاص هي فقط الممرض يمكن مميز من ناحية أنه يقابل شريحة كبيرة لأنه في الصف الأول ممكن في الصف الأول فهو يعني يواجه ويشوف أشياءات مرة كثيرة فهو عنده صرصة دامة أكتر يعني أنا مجرد مثلا يجيني شخص وأنا بقيس له الضغط والحرارة أحيانا أنا بدي أتقف صحي تقول لي الضغط حقي عالي أو ممكن تسألك تسألي سؤال وليش الضغط يبتفع أنا أبدأ أتقف صحي وأنا بقيس الوزن حقها أنا وزني كذا كذا إيش تسن صحيني فكنا نقدر إحنا أكتر تعرضا أصلا يعني مثلا للمرضى لأن نواجههم أكتر خلاص في النهاية مثلا الشخص حق مثلا التغذية السريرية أو شيء زي كده لما شخص بيتحول له صار تحويل عليه أو لما شخص يبقى يروح له ولكن أنا بممارسة العادية أنا بشوف هذه الناس فأبدأ أطيب أنا طلاب بديهم تطقف صحي وأنا بدرسهم يمكن دائما إحنا يعني بطبيعة الحال السؤال يكون إنه إيش المريض يحتاج من الممرض يحتاج رعاية يحتاج اهتمام يحتاج مواساة يحتاج كذا بس اليوم إحنا بنتكلم الممرض إيش يحتاج من المريض أو إيش يحتاج من المجتمع أعتقد اللي صار في فترة كورونا والتقدير اللي صاير كان يعني الناس كثير يعني كلمة إيش الأبطال الصحة كانت شي مرة حلو أنا أعرف نختي ممرضة فشافها طفل لما نشاف صار يقول بابا هدي نكلم أبوه هدي من أبطال الصحة صح فأبو يقول له إيه ويعني فبدأنا نشوف بعد جائحة كورونا كثير طلاب يجونا رغبتهم الرغبة أولى تمريض الوقت ما كنا نشوف هذا الشي حسنا لما نصير التقدير للمجتمع خلاص لهذا الشي يمكن كان أكتر شي التقدير هذا الجال لما كثير من المؤسسات اللي فوق بدأ التقدير خلاص بزرعة الصحة عندنا برنامج ولي العاهد خلاص إنه هو أتبنى ملف التمريض هذا الشي اللي بيصير خلاص هو اللي بيساعد يعني خاصة التمريض غير عن تقوصات تانية عانى من صورة المجتمع السلبية لعقود وما زال يعاني منها خلاص إن كونك ممرض إنه إيش يعني مهما كان يعملوا شوفوها أوكي بيقول لك إيوة ملائكة الرحمة إنتوا ودي الأشيات بس ولكن يجي في الواقع إنه ما بتيعجبوا هذا التخصص خلاص ما بيشوفوا زي التخصصات التانية فالتقدير اللي صار الاحترام اللي صار ممكن كل شخص يبغى دالاحترام يعني هي ما يخص بالتمريض ولكن كل التخصص يبغى هذا الاحترام يبغى هذا التقدير واللي عجبني اللي صار وستمنى إنه يصير أكتر وأكتر في المجتمع خلاص إنه إنتي ما عاجب كالتخصص مو مهم ولكن لما أجي القناس تستقل من دالتخصص أو تهاجم مثلا الممرضين مثلا أنا دراستنا خمس سنين قلوا ليش خمس سنين ما كنت درسته طيب طيب سبع سنين هذا الكلام يزاعر ممكن نحيان ما حد يجي في بعضه وستهى الكلام ترى يزاعر يعني تخصص ليش تشاهد مستقل إنه التمريض ما يدرس خمس سنين ليش تشوفه خمس سنين كتير عليه إبرف وريد وخلاص مهين هذا الشي ليش شوفه إحنا نتكلم عن شغل بياخد الممرض الممرض مو مجرد بياخد دوا من دكتور وبيعطي من غير ما يعرف إيش هو هذا الدوا ليش بينعطي هل من جده الدكتور بيدي كتير من حالات من الممرضين اللي متل يسمعاه واستحل تلقوا مرض يقول لك أنا ما عمري مثلا كان عندي مثلا حسيت أن الدوا ذا غرط أو كان في خطأ طبي وأنا ما اتدخل إلا ما هذا الشي يشوفه خلاص لا المفروض ما يصدر الشي يعني أنا أذكر شي اسمه أحد الحالات لأحد الطلاب اللي توها تخرجت كانت تحكيني تقول لي جاتني مرأة الطوارئ بيستلها الـ ECG عندها اللي هو التخطيط القلبي حسيت هادي حق جلطة هادي الأعدمية جاسة هنا جلطة ممكن في أي لحظة تموت علينا وراحت وردها للدكتور دي فرقتل على العادي في حالات أهم من كده قلت لهم المريضة دين فضمتكم في دين منطقة بسرعة تسدوها العناية فراحت هي راح للدكتور تاني حق أعتقد مسؤول حق الطوارئ قلت وشوف هادي ايش معناته تخطيط هادي معناته جلطة موذاكدة قل له ايه وبسرعة شفت الحالة وقبل يصل لها الرشت وزي كده يعني إنه جهة سكتة قلبية فلو ما الممرض أخذ كفايته في العلم وعرف يقرأ القراءات هادي اللي نفس الطبيب برضو بيقراءها خلاص يعني بيأخذ نفس العلاج بيدرس نفس تقريبا الانتوم الحق الجسم اللي هو التشريح على العضاء بيأخذ تقريبا نفس الأشيات اللي بيدرسها بيدرس الأدوية وبيدرس أشيات كثيرة فما هي قصة فقط وريد صح له هي قصة وريد أنا أقول لك سنب كفاية عليه خاص بس هي أكتر من كده هي شخص مشارك في الرعاية الصحية مشارك إنه بيعطي مو شخص بيطبق هو بيعطي كمان بيشارك بهذه الأشيات واللي أتمنى في المستقبل تصير أكتر وأكتر إنه من جد الممرض يكون له دور في اتخاذ القرار لما يجي من ناحية المريض وإحتياج المريض مازال الممرض مهمش بهذا الشيء إنه مازال يعامل كشخص مجرد يعطي أدوية ويمشي وماله وشهد نظر أحيانا هو أكتر شخص بيجلس مع هذا المريض يقعد مع حياة 12 ساعة ونقول له وشهد نطر أخرى يحاول يعرف ويحاول يسق يعني إن شاء الله يلقى الإجابة يعني في مثلا أحيان كده في حياتنا اليوم يمكن أحس بوخزة أحس بشي أكل شي طبيعي شي عادي يمكن لني أجهد نفسي اليوم ويكون شي يعني ممكن يعدي إلى حاجة خطيرة كيف كيف ممكن أتعامل مع هذا الموضوع أو كيف ممكن أنتو كنت تثقين في صحة وعو المجتمع في هذا في هذا النقطة تحديدا كثير ناس يكون محتاج ورحمة السشفى وعمسك سراء وطوارئ الصحيح هو سروحوا العيادات الأولية هذه عن طريقة تطبيق تحين تطبيق صحتي لقال نروح لقد نحجز موعد صار فيه الاستشارات هذه وما حد قال مهو ده الشي وهي يجع نخش لبرنامج جودة الحياة أنا أبغى الناس إنها تتعالج بس هل أنا سهلت لها إنها تروح للمستشفى ولا على قولة أقعد سيرة طب أنا أسهل لإنها ما تقعد سيرة أسوي لها استشارات الأولاين خليلها سماعة خط ترفع وتسأل خلاص أسوي لها تطبيق اللي تحجز تجي للموعد وتخرج بدل ما تتأخر ولا تتعطر هنا نخش لإيش حاجة سموها تجربة حيث المرضى لما يراجعوا لها أثر كبير إنه الناس تجي المستشفى ولا ما تجي المستشفى تجربة المرضى طب أنا عندي الخطة الأول مراكز الرعاية الأولية خلاص تخش التطبيق أشكل الدور عندها تطبيق تخش منه تحجز تروح في موعدك وتخرج ولا تأخرت يعني ولا ضربت سرها ولا سويت ولا حاجة إنه مثلا مضى عليك ذاك الوقت الكبير فهذه من الأشيات اللي ترجع الدور إيش عند المؤسسات إنه مسهلوها عشاس الناس تقدر إيش تروح فأنا إيش أوعي الناس بدأ الشيء وأشجيهم إنه يجربوها خلاص يعني التطعيمات التطعيمات زمان كانوا ناس كثير تتأخر فيها بالسنين ما كانت تطاعم أطفالها هاي درجة بعدين صار فيه قانون تعطي غرامات بعدين بدأوا يسهلوا الموضوع الأم تخش وتحجز موعد التطعيم صارت تترسل لهم رسالة خلاص فتيجي هنا دولة المؤسسة إنك تساعد خلاص فهو صح أنا مع جانب المريض ما حدا بيضرب سرة على الشيء هو يشوفه ممكن شيء عادي كن هو بيوسبس خلاص فهيجي دورة المؤسسات هنا دورة الدولة هي دورة ذات الصح إنها تسهل للمريض خلاص إيش وصوله لإيش بسموها الرعاية الصحية والجودة اللي هو يأخدها فيها خلاص فأنا أتمنى من الناس إنها تحاول تجرب بعض الأشيات الجديدة اللي صارت خلاص يعني فيه شات جديدة صارت صار فيه تطبيق صار فيه تلفون يقدر نسمع صار فيه استشارات أولاين بس ممكن أحيانا الأمراض أو أحيانا يكون فيك علة ما تبان من التصال هاتفي ولا تبان من التطبيق يعني أحيانا تحتاج تروح تسوي تحليل تحتاج تسوي عشعة تحتاج الدكتور يشوفك صحيح صحيح وهنا شكل الاستشارة التي تأخذها في النهاية المختصين يقدر يقولون لك هل تراجع أم لا تراجع أوكي يعني مثلا إحنا عندنا شخص مثلا أنا أقول لك شخص جعله صداع أوكي من تقوله روح المستشفى من تقوله ما تروح المستشفى هل الصداع ده أول مرة يجيك إيه أول مرة يجيني طيب حاول تاخد بنادول دي النسبة وشوف يتحسن ولا ما يتحسن هل الصداع ده بيقومك منه في أسئلة معينة تبعا خلاص تسأل انت ده الشي يعني أنا أقول لك هذا الشخص اللي عنده صداع لو راح الطوارئ ما رح يسوله شيء أكثر من يدوله بنادول لو عرفوا أن أول مرة جعله صداع ولا أخذ بنادول ومجيد في حالات تروح لك الطوارئ لأن أول مرة جيه صداع ما أخذ بنادول أنا ما رح أسوي لك أشيعة ورح أسوي لك شيء رح أدي لك بنادول وأشوفه راح ولا ما راح وضلقه راح والخاص يرجع فيتك ما راح نبدأ وقتها نسوي تحالي الدم نسوي إجراءات تانية نحاول نحط هذه الأشيات فهنا تيجي لدي الأشيات أنه فيه أشيات أنه نقدر في استشارات كثيرة نسويها والمختصية نقدر أقول لك لا رح سوي تحليل سوي كده وكده رح حط هذه الأشيات خلاص لأنه نحن نخش على حاجة تانية أنه الناس كل ما تعبد تروح عندي الناس كل ما تعبد تروح عندي الطوارئ هذا مشكلة نحن لا نبوى نحن كل ما تمرد تروح الطوارئ هذا اللي صاير الآن نحن لا نبوى هذا الشيء اللي بيروح قسام الطوارئ اليوم بيشوف ناس عندها زكمة عندها كحة عندها كذا وفي ناس ثانية ماس كسيرة معها عندها مغص كلوي وعندها أمراض مزمنة فصارت لخبطة في الطوارئ نحن صار لخبطة ما اليوم قد يعني هو مشتائم ما في ترتيب أولويات صح كده يسمع الرعاية الأولية ترى من الأشيات التي تهدفها عندنا برنامج جودة الحياة إنه ثقافة إنه روح مراكز الرعاية الأولية ويكون عندي طبيب أتابع معه كل فترة أنا مثلا كنت في الخارج كان عندي طبيب يسموه طبيب الأسرة أو طبيب يسموه طبيب الرعاية ستة شهور خلاص في ناس تراجع معهم كل سنة على حسب حالتها الصحية حسب نوع الأدوال التي تتأخذها في عندهم تحاليل يسووها سنوية دي حنفيه تحاليل يسموها تحاليل يوقائية خلاص مثلا السكر التراكمي سكر التراكمي هادي مثلا يدينا صورة على مستوى السكر في الدم خلال آخر تاتة شهور وفي الدراسات المؤخرة إنه لقول لو بدأ تشوفوا حتى لو ما زال في الرينج أو في الحدود الطبيعية ولكن هو بيزيل هادي علامة تقول لنا إنه ليش بيزيل هل لازم بسرعة تبدأ تغير نمط حياتك صح أنت ما زلت في النظام اللي هو في الرينج هذا لهذا المسموه ولكن حقك التراكمي بيزيل زي الوزن انت ما زلت وزنك كويس ولكن بيزيل لو ما وقفت رح تخش في الخطر كان يتخش في أمريكا صار عندهم يسموه الممارس خلاص الممرض فيه ممارس ممرض طبع الرعاية الأولية واشتغل في العيادات يقدر يوصف لك أدوية يقدر هو يطلب لك التحاليل هادي هو يشوف لك الأشيحة لو شاف إنه الحالة بعد ما جيته النتائج إنه هو ما يقدر أو النوع العلاج اللي هو يعطيك هو يحتاج دكتور متخصص وقتها يحولك هو على هذا التخصص فهذا الشي ليس سواهم هناك لأنه لقوا لما يسود الحركة ويكون عندهم ممرضين متخصصين في هذه الأشيات ويشتغل في المراكز الرعاية الأولية وعندهم القدرة إنهم يطلبوا تحاليل يعني أنا ممرض أنا كممرضة ما عندي يسموها الصلاحية إن أطلب تحليل لازم الطبيب هو يطلبه خلاص فلو أنا يكون عندي الصلاحية أطلب هذه الأشيات وأشوفها بعدين أقرر أنت تروح لدكتور أخصائي هذا راح يسهل إيش إن الناس تروح مركز الرعاية الأولية اللي راح تلقاها موجودة في كل حي بكثرة موجود عندها في مواعيد كثيرة تقدر تروح سهل تروح وتخلص كل شي تقريبا في الساعة أنا كنت أروح وأخلص كله في ساعة تقريبا خلاص فهذه الأشيات اللي إيش نستهديفها إحنا في المستقبل خلاص لما نصر زكيد أنا راح أخفف إيش إن الناس تروح للطوارئ لما تعرفوا من جد في شي موجود في أحد موجود يعطيهم الرعاية لهم يحتاجوها في أماكن يسموها urgent clinic عيادات الطوارئ ما زالت غير موجودة عندنا بكثرة ما دلوا موجودة في جد أو الرياض خلاص ولكن في عيادات إيش الطوارئ عيادات الطوارئ أنا صح أروح لها تديك علاج الطوارئ من اسمها طوارئ يعني ولكن تتبع عيادات زي مثلا عندك الصداع يدوك نوع من مثلا الإبرة الفولترين مغددين مراكز الرعاية الصحية إيه ولكن فيها إيش جانب الطوارئ مو نفس الطوارئ اللي إيش حق المستشفيات خلاص ممكن صار موجود منها اليوم يعني مع الهويل الجديد أعتقد في مركز معين أعتقد في مركز واحد كانوا في المدينة موجود حتى من الأشيات في دحان صار عندنا برامج خاصة اللي أعرف اللي هو برامج الممارس حق الرعاية اللي هو الممارس الرعاية المتقدمة فهدولا ناس إنه أشخاص متخرجين بكلوريس تمريض بعدين أخذوا التخصص التخصص إيش في الممارس المتقدمة ففي أمريكا التخصص دا يديهم صلاحية إنهم إيش مثلا يوصفوا أدوية مثلا أنا شخص جاني في النهاية عالك ولك عنده صخون ومزكي يحتاج فقط مضاد وتحاليل أشعة صدر أنا ما يحتاج أجيب طبيب أسرة شاسي راجل إذا الشخص طيب الأسرة ندرس ستة سبع سنين بعد فوق السبع السنين في النهاية أجل كله على زكمة ولا كله على مثلا مضاد خلاص طيب الأسرة نحتاجه لأشيات إنه يشرف على المركز الصحي من ناحية إنه يكون تحت الممرضين هذولا خلاص يعالجوا ويعطوا مثلا في ولايات زي كده في أمريكا نفس المركز الصحي يكون فيه طبيب أسرة واحد ولكن فيه عيادات فيها إيش كده ممرضة وممرض يشتغلوا فيه يراجعوهم الأمراض الممرض يرفع لدى الدكتور إنه جاند المريض وهذا العلاج اللي أنا أعطي له هو فهو كده إيش أنا أسهل هذا الشي أسهل إنه ناس كثير تروح الرعاية الأولية الممرض يقدر عنده وقت أكتر أعطي له إنه إيش جدي تطقيق صحي لأنه معظم الأمراض هذي يحتاج تطقيق صحي أكتر منها تعطيهاش علاج مريض السكر ما يحتاج فقط إنسولين إيش يحتاج تطقيق صحي جدا وأنا أقول لك فيه ناس يمكن فوق العشرين ثلاثين سنة ما زالوا يحتاج تطقيق صحي هو يعرف ولكن يحتاج كل فترة والتانية تجي تسماعه وتبدأ تسوي للمعلومات اللي هو عنده هذي جدي يعني كثير حي نستهين بيها أمراض الكلا معظمها اللي موجودة عندنا في المملكة وزيادتها والغسية الكلوي هذي يصير بإيش سبت ناس كان عنده مرض السكري مرض السكري أحد أول أهم أقوى المسببات للفشل الكلوي مرض السكر لو ارتفع عنده السكر لسنين وما تعالج ولا صار تحت تحكم يسبب فشل الكلوي معظم حالات عندنا حقية الفشل الكلوي في المملكة سبت مرض السكري مرض السكري نرجع ونقول إيش مرض يعالج في الرعايات في إيش إنه المريض أكتر شي ميروح ترى ما يضو السكر ميروح المستشفيات بيروح يراجع في العيادات طب كيف هو بيراجع في العيادات وخليته يوصل لمرحلة إيش الفشل الكلوي معظم كان عندنا خلا في الرعاية الأولية حقتنا خلا الشخص يوصل لمرحلة الفشل الكلوي فلما تجلس انا عرف اذكر مجلس مع مريضة تراجع في مراكز الرعاية الاولية وعندها مرض السكري وما تعرف يعني ايش مرض السكري تاخد ادوية تاخد كل شي وما تعرف يعني ايش المرض ما تعرف اهمية الاكل كيف تتحكم فيه ما تعرف ايش فين المشكلة ما قدينا للمريض حقه انه يعرف انه انا ما استنى ميضي صار لسه ما عندنا احنا ايش اللي سموها العيادات اللي متخصصة فقط في التطقيفة الصحية اوكي هدا مريض جاني اوكي جاني عنده مرض السكر شفت التحليل الدم اللي عنده ومرتفع روح ازود لها الانسرين بس لا قديت تطقيف صحي طيب كدكتور ما عنده وقت قعد ساعش رحلة وشخص كبير في العمر غير متعلم الفرد يكون عندنا ناس متخصصين خلاص يكون عندنا مرضين متخصصين يقدر انا الشخص اللي في العمر ده ايش المعلومة اللي بزرطة وصف له هي كيف ادي المعلومات لكل عندنا اطفال يصاوي بالسكر كيف افاهم امه وابوه كيف افاهم الطفل ده يعني ايش عندك سكر هذه الجلسات لازم الاسر كلها تكون مجتمعة ومع بعض نجس مع بعض ويتكلم مع بعض ورحط خطة علاجية وابدأ اراجع واتابع معهم كل فترة والتانية كيف بيصر هذا الشي ولكن احنا لا عندنا ما زال احنا بيروح بيراجع كل مثلا ثلاثة او ستة شهور مريضة السكري عشان تشوف تحليل الدم والله لو ما زال مرتفع ابدأ ازود للك الهاد وقولك انتبع على الاكل حقك واخرج من غير ما اجلس معه وشطر طب ايش المشكلة؟ ما التقادر؟ هل بسبت انه في البيت حقك مثلا ما احد بيساعدك انك بتمشي على نمط معين؟ طب كيف ادخل الاسرة؟ معاي في العلاج الخطة العلاجية ادخل الابناء ادخل الزوج ام هذي شخص عندكم مالسكر ما تجيوا تدولوا اكل لوحد ما تجيبوا انتم من مطعم وتقولوا انت ما تاكل لا مو سيكذا مو انا يجوني ضيوف واعرف كلهم كبار في العمر كلهم عندهم موضة السكر واجيب لهم حلة من فاتشي ولا مدري كينا اقول لهم لالله خليكم بسخدوا حبة لا ليه ما اروح اجيب حلة من غير سكر في عندك انتار شوكليت اللي من غير سكر ليش ما اجيب هذه الخيارات؟ فهذه انا اعلمها لما جوكم ايش اسمه كمان ناس ضيوف عند امكم عندها سكر جوكم كمان ضيوف حطوا هذي الابتشنز ليش اجيب المعجنات المعجنات هذي سكر هذا المعجن نفسه هذي العجينة هذي تساوي سكر المكارونة يعني سكر ملعقة رز يعني ملعقة سكر هذي اللي لازم يفهموا المريض لا تقولي انا ما اخد سكر انا بس اكت رز دو دجاج طب الروز ده انت ااكلك انه سكر جسمك لما بتاكل بيتحول لسكر هذي المعلومات اللي لازم هو يعرفها طيب قلت باش اسوي طبش ااكل هل موجود عندنا خيارات شاناكل شيء غير الرز تيجي هنا مشكلة الخيارات تيجي هنا الدولة تيجي هنا التثقيف تيجي هنا الناس اللي تطلب يعني الحمد لله بدأ كتير في ما زرنا نتمنى اكتر ما زرنا تروح كافيهات غير حالة ما فيش يعني ما فيش خيارات صحية نحتاج منها تخش مثلا نظام اللي هو الكالوريز الكالوريز ده حين لازم موجود عليه مخالفة لو انت تشتري مثلا تروح مطعم ما يقول لك الكالوريز هذي يخش في الرعاية الأولية هذي يخش في التثقيف الصحي هذي يخش في الصحة العامة فلاص انا لما انا بشتري ده الشي انا شايف جنبه الكالوري هذا نعم يا شايف جنبه الكالوري بس انه انا مني عارف ايش مشكلة الكالوري اه ايه تيجي هنا انه دورا انه احنا نتلققكم احنا نعلمكم كجيل جاي دحين ناشئ ما شاء الله هو بيروحوا بيقب بس انا ممكن مشكلة اكبر كتير من الجيل اللي قبل انا خلاص اللي ما زال بسبت المهما كان ما اخد نفس التعليم اللي احنا اخدناه ما اخد نفس الفلوس اللي احنا اخدناها يحتاج اه نتلقف نحنا يحتاج نعلمه حد الجيل الدحين يحتاج يعرف الكالوروس الكالوروس كلما كان معقد ترى صاحب الانسان يخم لكده صارت حتى انه في بعض الدول بدأت تغير طريقة شرح الكالوروس لما تأخد العلبة البيبسي مثلا تقرأ او الشيبس تقرأ الكالوروس يقول لك ايش حسب الجرام وانت ما انت عارف تقول لك لا لا تحط له حسب الجرام تحط له على حسب الحصة نفسها يعني يقول له الشيبسة الوحدة هذه البطاطسة كم فيها لا تقول له مثلا العشر جرام فيها داش شي كيف احسبها انا كيف احسبها العشر جرام عرف فانت كده تضيعوا لا انت قل له الشيبسة الوحدة كان فيها البسكوتة الوحدة في العلبة دي فيها قد كده بدأوا يتعلموهم وبدأوا ايش نعلم الناس فيهم نبدأ احنا نعلم الناس يعني مثلا من برامج التثقيف الصحي خلاص مثلا لو حاجة خاصة بالماط الغذاء انه نعلمهم كيف يقرؤوا التثقيف الصحي هذا المفروض اللي يتعلموا من الاساسيات انه المفروض كممرضة واي شخص مثلا لما يتقف مريض معين لازم ايش يعلموا عن ايش الكالوريس كيف انه يأخذها وكيف يقرأها وكيف يستفيد منها هل عندنا مشكلة في التثقيف الصحي؟ شوف احنا حس لو عندنا مثلا كمؤسسات في مشاكل عندنا برنامج التثقيف الصحي بنتكلم عن الحملات الصحية لو بيقول في عندنا مشكلة عندنا مشكلة في قياس جودتها يعني انت بتسمع عن كثير عن حملات صائرة بس هل هادي المجد يهجدوا على قولك؟ ما عندنا ابحاث بتصير اش هس نقيص جودة هادا الشي خلاص جودة الحملة هادا اللي صارت ونسوينا هادا الاسلوب هل هادا نفع ولا ما نفع ما عندنا هادا الشي هادا مثلا من ناحية التثقيف الصحي من ناحية اشوف مدى لانه بيقولك تثقيف صحي بتكلم لك عن حملات بتكلم لك عن برامج معينة هل احنا عندنا اللي بيقيس؟ لا ما عندنا اللي بيقيس في تجربة جدا قاسية كثيرة عند وقت الولادة خلاص مثلا ما زال عند المستشفيات تمنع ان الوحدة لما تجي تولد يكون معاها زوجها ولا معاها أمها لان الغرف تكون مشتركة هادا بتولد وجنبه شخص بيولد وجنبه شخص بيولد فلا لازم تكون في دولة في غرف خاصة انا ما احتاج اشوف اسمها معاناة الناس التانين خراف بتصور واحدة يسمعهم معاناة الناس التانين في النهاية يقولك ليش اتعسرت عندها الولادة تعبت ما قدرت في النهاية تقولك ما اقدر خاصة أولادة فجأة يحولوها ايش اه قيصر وهذه مشكلة الولادة ايش القيصرية انها تبدأ ترتفع عندك في الدولة هذه مشكلة بحزاتها لازم ايش بناها نرجع انه ايش احيانا نبغلات متخصصة تقدر ايش تبدي هاد الاساليب اللي احنا نشوفها غير مختلفة نهائيا ايش الادوار اللي بيبدلوها اه حقون التثقيف الصحية والصحة الامة تحديدا في برنامج جودة الحياة برنامج جودة الحياة برنامج جدا كبير خلاص وقطاعات كثيرة دخلة فيه اوكي اه فانت يعني الصحة ان يكون فيه عندك انت مراكز صحية تعطيك الرعاية هذا شيء اساسي خلاص اه احد ايش الركائز اللي موجودة في برنامج جودة الحياة اللي هو تغيير السلوكيات خلاص انا كيف اغير سلوكيات المجتمع خلاص انه يتخذ قرارات صحية وسليمة مش هس اقدر اوصل ليش حياة بجودة عالية هنا يخش انا عندي برنامجات التثقيف الصحي طب معتوا فان يخش يخش في كل مكان يخش في الاعلام اللي احنا نتفرج عليه يخش في السياسة اللي هو من يحت القوانين خلاص وسنها يخش في الجامعات يخش في المداء النوع يسموه ايش المناهج اللي تدرس في وزاعة التحليم يخش في التخصصات يخش في الوظائف يخش في وزاعة التجارة كمان خلاص لما انا عندي اروح المطعم الفلاني ويحط لي مثلا نسبة الكالوري ترى هذا المهم من الواقع التثقيف الصحي رح تشوفوا اكبر من كده لانه مثلا تثقيف صحي مو معناته انه انا اجلس معه ويقعد اشرح لك خلاص تثقيف صحي انه انا احاول اعرف كمان كيف احنا نسن قوانين تساعدنا انه الناس تغير سلوكياتها خلاص انه اصيل هذا النمط من انواع الثقافة احنا كنا عايشين في زمن كان الشخص اللي يسوي رياضة ولا البنت انها تشيل اوزان ترى انه حاجة انه غريبة ومستبعدة ما كان فيه حتى جيم انا اليه الفين وكم تسعة ما كان فيه اعتقد اندية رياضية ما كان غير مسموح بالترخيص حقها فانا كيف ادي تتقيف صحي ويقول للشخص مثلا المرأة مثلا مارسة رياضة واصلا ما كان فيه اندية رياضية احنا صار فيه اندية رياضية صار فيه ممشى عندنا صار فيه هذه الاشياء فالدور حقهم يختلف على حسب فين انت بتتكلم هذا الشخص يعني مثلا عندنا فيه ناس متخصصين من ناحة الاعلام انهم يسووا حملات اعلامية يستهدفوا فيها فيه ناس يتخصص كده فيه ناس من ناحة الرعاية الاولية مراكز الرعاية الاولية لما نجييني المريض ادي للرعاية الاولية هناك فيه ناس متخصصين انهم يروحوا المدارس ويدوا برامج تطقيفية في المدارس للطلاب فيه ناس تروح المولاد لو شفت انت المولاد تصير فيها حملات خلاص انا ما شاء الله أعرف أنه وزاعة الصحة تقريباً كل يوم عندها حملة يعني اللي هو فيه عندهم مراكز متخصصة يعني تروح مثلاً في مون معين أنا أعرفه مستحيل أجي يوم ما ألقم سوي حملة وزاعة الصحة ما تلقاها في أكل يوم ما هي موجودة خلاص تقابل مع الناس حتى إلين حتى في جدة أعتقد الكورنيش يروح عند الكورنيش تلقى هناك وزاعة الصحة جارسة وتقسلك الضغط والسكر يعني كم نسبته تبدأ تعطيك معلومات على الطفل حقوق الطفل فهذه الأشياء الثانية التقيف الصحة ما يخش فقط يخش كمان في الحقوق يخش بناحية حقوق الطفل التنمر الاعتداء العنف يخش فيه الأشياء ممرة كثيرة سخش فيها الجانب النفسي فأنت شوفهم راح تشوفهم في كل مكان تشوفهم في الإعلام تشوفهم في المولاد تشوفهم في المدارس شوفهم في كل مكان إيش غطوا غطوا تقريبا كل شيء اليوم احنا نعيش في وضع مختلف قبل خمسة أو عشر سنوات كثير من السلوكيات تغيرت صار المجتمع أكثر وعيا أكثر ثقافة يمكن من ناحية ممارسة الرياضة من ناحية الأكل الصحي من ناحية أنه يقلل من الفاست فود ولو الأشياء هذه لكن في ممارسات ما زالت موجودة كيف ممكن تتعاملوا معها؟ أو إيش هي الممارسات اللي ما زالت مستمرة إلينا اليوم تحتاج توعية أكثر؟ والله يا شوف أنت ديتني زي اللوز أنا ما أحس أن الشعب بدأ يخفف من الفاست فود ولكن السمنة عندنا بالزيد ما أقلت لسا ما ديش أخر البيانات قس أخر البيانات أنا شفت لك هذا السمنة عندنا متفعة أوكي فما زلنا إحنا في الموضة لهذا لسا ما في وعي يعني؟ هي ما هي قصة بعي هي قصة في ناس لما أنت تقول لهم سمنة وكذا يحسب نفسه حمية وبيحرم نفسه هو لا أنا ما بحرم نفسك لأن أنت تقدر تأكل تأكل مرة كويس وأكل مرة لذيذ ولكن إنه إيش؟ بنظام صحي خلاص نحتاج إحنا نوصل لهذا المرحلة توفر الخيارات لما أنروح المطاعم ليش أنا ما ألقى مثلا خيار صحي إن أنا أقدر آكله؟ ليش مثلا أنجبر إنه مثلا الأكل أنا ما الناس اللي أكل أكل مغير ملح؟ نادرا ما ألقى مطاعم تعطين أكل مغير ملح؟ هما أرد يمجهزين الخلطة ويحطين فيها الملح هما اللي حينها ما فيهم يعني يحطوا الملح على جنب يعني مش هما يفرعوا نفسهم أنا ما عنده دا الخيار أنا أبغى روح مثلا مكان أبغى آكل فيله أبغى أكل مثلا أنا ما تحطون فيه سكر ليش العصيرات كلها فيها سكر؟ لا يكون فيها السكر ليش ما تعطيني الخيار إنه أنا أقدر أشيل دا الشي وما أشيل دا الشي إنه أكل الخيار الصحي خلاص حين بنجبر أنا على الأكل إيش؟ الغير صحي لما أنجبر أنا عليه مع الوقت طب أنا ماني قادرة أصلا إنه مثلا أكل أكل صحي بسبة هذا الشي السمنة عندنا بتزيد ليش؟ هل هي ما في وعي؟ الكل يعرف السمنة ويعرف أضرارها خلاص ولكن السمنة تخش في نمط حياة يعني نمط حياة ما يتغير إليما أنت تجد نمط حياة آخر وتكون مبسوط معه وسعيد معه فمثلا من أنماط الحياة هذه لما تجد تمارس الرياضة كثير من الناس يقول لك أنا ما أحب أجري على السير ثلاثين دقيقة أنا مناسبة ما أحب كمان هذا الشي خلاص طب ليش ما يكون فيه تعريف إنه فيه لا تقدر أنت تمارس الرياضة طيب بجاك في الرياضة طيب جاك تمارس هذا الشي تمارس أنا مثلا حب سبب مثلا فيه ناس الرياضة تكون جماعية وبهذا المدينة أنا عايشة فيها موفرة هذا الشي وقبل هذا كله هل هي ثقافة موجودة عندنا وتحس نفسك لو تبقى تمارس هذا الرياضة وتبقى تسوي على الشي رح تبدأ تحارب الناس والدافع عنوش خط نظرك على أكس ما رح تلقى تشجيع وجود تشجيع هاد أحد فيما تقرأ في النظريات حقه اللي درست كيف يتغير سلوك ناس إنك وجود تشجيع وإنك عايش وسط مجتمع رح يساعدك إنك شايف مثل شايف شخص تاني هذا رح يساعد مرة كثير إنك تغير السلوك حدك ولكن إيش لما تحس نفسك رح تقاوم رح تتعافي هذا الشي احتمال كبير إنك إيش توقف وما رح تكمل تغير هذا السلوك حقك فهي الموضوع جدا كبير خلاص لازم ما أقدر أقول لك في إجابة له معينة إلي ما تشوف الدراسات إيش بتقول خلاص عندنا إحنا مثلا السمنة بترتفع للأسف في المملكة وخصوصا وسط الأطفال بترتفع ثاني بطلت الناس تطفوا في بيوتها خلاص طيب هل أكل الأكل من برا سيء؟ الأكل الكويس للأسف رح تلقاه غالي لما تسمع فاست فود معظم فاست فود ما هو أكل رخيص جدا وما رح تلقى الأكل الصحي اللي انت في الواقع فتيجي هنا الإشكاليات يعني وضوع ضد جدا معقد يعني والواعي الصحي اللي واحده ما رح يوقع في ذلك الشي تحتاج صن قوانين تحتاج تدخلات من كدجها عشان ستقدر إيش تغير السلوك إنك تكون في مثلا الحي اللي انت فيه مثلا في الخارج الأحياء اللي فيها حدايك يعني إنه بتكلم حديقة أروح لها من غير ما سوك سيارة هادي هي حديقة الحي لو تقولي أركب سيارة وأروح الحديقة هادي مو حديقة في حي هديقة حي إنه أنا أقدر أروح لها ماشي خلاص لقوها الأطفال اللي بينشأوا زي كده وبيلعبوا زي كده هذول إيش أقل عرضة إنهم إيش تجيوهم السمنة لمن يكبروا يكون حتى بالعكس يحب إنه إيش يكون حرك وآكتف وهذه الأشيات إيش في السلوكيات تتمنى إنها تتغير؟ فيما السلوكيات اللي ذكرتني فيها الممارسات الشعبية خاصة اللي عندنا أنا مني ضد كل الممارسات الشعبية الحق خصوصا متكون الممارسات مثلا من دور الدين إنه يهدي على الإنسان ويصبر ويقوي أنا معا هذا الشيء خلاص في هذا الشيء كتخصص موجود وعليه دراسات أو أنا احترم جمعات قوية في الخارج زي جامعة ديوك جامعة الوحدة عندها مركز خاص بدراسة دور اللي يسموها الروحانيات على صحة الإنسان وبتحط عليها ملايين وبتدعم هذا الشيء ولكن أنا ما يعجبني لمن إيش ألغي تدخل طبي خلاص وأمشي إيش ممارسة شعبية مثلا كانت موجودة في العيلة أو شيء معين وأتسبب في إيش وفاة شخص والمرض شخص والحصول شخص على إعاقة بسبة هذا الشيء هو هذا اللي أنا ما أحبه أنا معا أن يكون في أبحاث والأبحاث هذه هي اللي تكون الحكم الفيسر بهذا الأشيات يعني مثلا أنا من الأشيات اللي أنا تفاجأت لما رحت برا لقيتهم بيدرسوها بتأثير الإبر الصينية في مستشفيات مرة قوية في أمريكا تطبق الإبر الصينية تعالج خصوصا بيستخدموها على المرضى حقونا الكيماوي لما بيأخذوا الكيماوي بعدهم بيجيهم حالات من الترجيع أوكي كأثار جانبية ما وقفوا العلاج حق الأدوية يتوقف الترجيع دا ولكن إيش ولا أستبدلوها بالإبر الصينية ولكن أدوهم اتنين مع بعض هنا رح نلقى إنه تعريف حتى الطب البديل كان زمان اسمه البديل بعدين صار إيش المكمل بعدين صار إيش سموها بالإنجليزي إنتيجريتف تقدم متداخر يعني كله مع بعض خلاص مع بعض ما هي قصة دا مكان دا أو هذا بديل دا لا هذا كلها مع بعض نعطيها أنا شخص أعطي له علاج عنده مرض نفسي أدي له العلاج أسوي الجاسات النفسية وأقوي من جانب الديني بالعكس هذا كله مع بعض خلاص يعطي له هذا الشيء أسرة مريضة أو أسرة عندها شخص مريض أوكي تبغى تمارس شيء شعبي تستشيل الطبيب وهذه من الأشيات اللي صارت صاروا أنا ليش تعرفت على دا الشيء لأنا لقيت أحد المواد اللي بدرسها ولازم تدرسيها عشاس لما جايك مريضك ويجقي يمارسها خلاص تقدري تعرفي ويقول أوكي دا استمر عليه لا تستمر على دا هذا شوفوا هذا الشاهي أو مثلاً الخلطة هاد رح تأثر على الدول فلاني دا مثل زي الأشيات كان نقولهم هي التوم الشخص اللي بياخد توم وياخد حوب الضغط ممكن عنده إيش مرة الضغط ينخفض عليه مرة كتير فأنا لازم أكون عارفة أنه الشخص هذا بياخد توم بياخد معه حبه الضغط متى إيش الأكل اللي أكلته فلازم تتسأله هادي الأشياء خلاص عشا استعرف مو إنه أخوف منه فيخافي جبلي سيرة ولكن مهم ما أنا أعرفها مهم المريض كمان والأسرة تكون صريحة مع إيش المقدمة الرعاية الصحية إحنا نقوي استخدم هذا الشيء إحنا مو عاجبنا للشيء نبغى كده ممكن نوصل لخط تسموها وسط بين الاثنين أوكي؟ يعني في ناس لما الطفل اللي شير عنده حرارة يحطوا بصل في الشراب يعني لبسوه أنا ما رح أقول لكم نساوه زي كده ساووا بس قيسوا الحرارة ودوهم الأدوية ودوهم المضاد وتابعوا ماني يعني هذا هو أحسن حل تجي من ناحية الثقافة من ناحية كيف تقاوم هذه الأشيات كيف تتعامل معها ما تبنع الناس بها إلا لو تحسيتها من جد ضر زي مثلا العلاج بالكيب عند الحالات توصلت لحالات تشوه حروق ودرجة أولى وثانية بتوصل عندها خلاص فهنا ممكن أنا صح أنا أتوقف خاصة لما يكون طفل مين قران الطفل أنا لي الحق إنه أنا إيش أحركه هذا النوع من أنواع هل يوصلنا في اعتداء إنه استخدمت العنف معه فهنا تيجي الأشيات هنا ممكن أنا لا أتوقف وأقول لهم كده وكده وكده حتى الرسول صلى الله عليه قال إنه ما في ناس يقولون يا حديث إنه خلوا آخر علاجة مركي إحنا لسا ما كملنا علاج آخر شي إنه تسوقوا هذا الشي يعني نشوف حتى بعدين حتى الكي يقول له لازم يكون خفيف مركي لما تقرأ التاريخ وتلقاك كان ممارسة صينية في إيش؟ الطب الصيني القديم كان بعدين دخل عندها لما أناك حتى دخل من هنا الناس اللي طيبة تمارس الحجامة حتى لو كان عندها الصداع مو مشكلة تعال سوي أشيعة هتأكد إلي عندك الصداع مو بسبب جلطة مو بسبب ارتفاع في الضبط مو بسبب لقدر الله سلطان في الدماغ يتأكد من هذي الأشيات مو بسبب مشكلة في العين تيب أسوي حجام وتكون حجام من الأماكن اللي الدولة مرخصتها تكون كويسة ما يكون يصير عندك إيش اللي هو تلوث ودي الأشيات فكل شي فهو حلو لما نقدم بصراحة اللي عجبني هنا أنه بزرعة الصحة في عندنا مركز خاص بالطب البديل تعتقد يتبع لزرعة الصحة أو هو جهة مستقلة أنا ما أعرف ولكن يدرس هذه الأشيات ويحاول نشوف إيش اللي يقنن وإيش اللي غير اللي لا يقنن فأنا بالعكس يعني أنا أنه في ممارسات ممكن تكون كويسة في ممارسات تكون غلط فمهم نسمع للمريض والمريض يسمع كمان إيش نقدم الرعاية الصحية ونوصل على الخطة مع بعض بهذا الشي يعني في أطفال كتير بعد بايولود يكون يجيهم صفار الصفار هذا لو كان خطر لأنه صفار أنواع في نوع مرة خطر لو ما تعالج الطفل سيخش إعاقة مدى الحياة وفي ناس كتير يحبوا لو يقولك لا هذا معناته فقط نقص في السكر يدلوا سكر نبات سكر أنه عسل يروح اللي فيه تبغى تدي أدي بس خليني أنا كمان عاجب يعني أنا أذكر فيه حالات لا تهمل كنت أسمع يهربوا العسل للبي يكون في العناية المركزة أنه البي يكون في الحضانة حقا تضدوا إيش يسمعوا يهربوا له السكر النبات أنا مهمة كن أنا عارفة وأكلم الدكتور ونشوف نوصل لحل وسط ولأنه يصير بقت النهار بممارسة أنا رح أزعل لو عرفت أنه أنا كنت ممكن أمجحها بطريقة ما إني أفهم للناس ما أقاول أحيانا خصوصاً ما تجي تراث وتاريخ وصعب أنك تقول لا هذا كل غلط المشكلة بيسووا هذا الممارسة هم خايفين من الدكتور أنه لا يدري بيدسوا العسل بيدسوا الزيت أو بيدسوا لأنه رح يمنعهم ممكن الدكتور عنده وجهات نظر مختلفة وهذا اللي بصرح نتمنى أتمنى أن يكون عندنا دراسات أكتر عشان نشوف الممارسات هادي اللي عندنا إيش الشيء اللي فيها صح؟ إيش الشيء اللي حسيته بيساعد يعني أنا كنت أشوف أنك بيسووا أقحاف على الطاقة أنا تفاجأت الاختبار حقي كانت من ندير سؤال على الطاقة وهي الطاقة وتفسك الشخص يسموها الهيلينج تاتش إنك المسكة هادي اللمسة كيف تتعالج وتخفف على الناس أنا ما أقدر أقول لك هذا ونطب مريض عندي في المستشفى لما أجي أمسكه على يدي وهدي عليه لا تقول لي هذا برح يأثر عليه لا رح يأثر عليه نفسياً أكيد رح يساعدوا في ناس لقوهم لما يسووا هذا الشيء لقوهم ناس أتعافت من أشياء معينة ساعدهم فهي مهم نفهم الأشيات هادي ودورها نخليها موجودة عندنا يعني حتى عندنا في أشياء كثيرة كنت أتذكرها إنه عندنا في ناس لما تحب تسوي القراءة تقرأ المعوذات نحط يدها فكنت نقول ليش ما يكون عندنا دراسات كمان على هذه الأشياء نشوف تأثيرها كنوع زي ما قلت لك متداخلة كلها مع بعض لأن الإنسان مهم مجرد جسد إنسان في له روح في له نفس والروح ما يعلمها إلا الله والروح هادي إيش؟ بالعلاجة لما تمرض لما تتعب فإحنا لما تشوف موارسات مثلا في دول كبيرة مثلا نقول عليها متقدمة أو في جامعات إنهم بدأوا يدخلوا هادي الأشيات وبدأوا يدرسوها وإحنا بنسمع عندنا الطب النبوي ودي الأشيات حلو كمان نطلل في دي الأشيات ونشوفها يعني وندرسها ونشوف إيش الشيء المفيد لنا عندنا في القرآن إنه العسل شفاء بس هل معناته كل مرض أنا أعطي أو شيء وأنا وما شيء تجي هنا الدراسات والأبحاث اللي يساعد مع هذه الأشيات هل الممرض هو الممرض ديهم في السعودية بيمارسوا أدوارهم الحقيقية؟ شوف لما تقولي أنت دوله الحقيقي نتكلم هل بيمارس الموجود في التصنيف حقه وفي الوصفة الوظيفة أنا أحس أنه يقدر يعطي أكتر من اللي حاليا محصور بي ما زال الأشيات اللي بيسوي هاد الحين هي ممارسات كانوا للزمان قبل سنين متخرجين بالدبلوم بيمارسوها طب أنا خليتهم بيدرسوا بكالوريس بيتخصصوا ليش ما زالت طالبهم بنفس هاد الممارسات ما أديهم قوة بسموها إمباورمنت إنهم يمارسوا تخصصهم ويكونوا لهم دور في هذه الرعاية زي ما قلت لك كثير حالات تجي في الطوارئ كان يقدر تخصصات مثلا إيش اسمه؟ وهذا ترى ملاحلو زمان كان فيه مستشفيات هنا في المدينة أنا ما أنسى كان عندي مغص شديد في بطني لما رحت كان ممرض اللي شاف كان عندهم مرة نقص شديد إيه اللي شافك ممرض؟ شاف كده كده؟ هو اللي حطت رح تاخدي هذا الدوة تاخدي هذا الإبرة؟ ما شاني؟ ليش؟ لأنهم عندهم ضغط كبير ما فيش وقت إنه وقتها كانت المستشفى الدكتور يجي يشوفني والمرضة عرفت الشي إنت أشكتك أكلت حاجة وصلك تسمم هادي العلاج واحد اثنين ثلاثة وخلصني في نص ساعة وخرجت مقابل لو كان رح لي دكتور كنت رح أقعد ستة ساعات في المستشفى فهو كان شهادته الدبلور هل هو اللي مارسه صح؟ لا أقول لك صح ما هو صح خلاص هل نتمنى إنه يتم استغلال التمريض خلاص على أقل التعب اللي بنتعب وبيدرسوا والسنين اللي بيأخذوها الشيء إنه كلهم دور في التخفيف على المستشفيات ومساعدة إيه هذا الشي اللي نتمنى واللي أعرف أن هذا هو التوجهات اللي رح تصير في استقبلنا إيش واقع التمريض في السعودية؟ في تغير مستمر يعني بيتغير الآن خصوصاً إنه صار أحد الملفات اللي برناج بيهتم فيه وليلعه بحداته يعني صار فيه اللي أعرف دراسات مؤخرات وطيات لهذا الشيء فيه تغيرات وأتمنى هذي التغيرات تكون لصالح التمريض بس ما تكون على حساب التمريض يعني أحد الأهداف اللي احنا بنشوفه دحن المملكة كيف نزيد عدد خارجينا التمريض التمريض غير عن أي تخصص تاني كل التخصصات جميلة ولكن التمريض تخصص بيعاني وما زال يعاني من نظرة المجتمع مو بس في السعودية في الدول العالم كله في أمريكا في أوروبا له تاريخ من ناحية أنه عانى من هذا الشيء والتخصص كتخصص من أكثر التخصصات في وزارة الصحة موزة الصحة عموما لو طلّت للبيانات اللي هيئة السعودية للتخصصات اللي مثلاً لما ملف يسموها دراسة حقاً القوى العاملة للتخصصات الصحية رح نلقى التخصص التمريض هو التخصص الوحيد اللي نسبة ايش الناس اللي ما تكمل فيه بعد ما تتخرج يعني أكثر التخصص الناس ما تكمل فيه يعني توصل لمارحة 20% والناس حتى بعد ما تتخرج ما تتوظف يعني وتتوظف سنة سنتين بعد أن توقف تتغيب أنه فيه احتياج له وفيه وظائف بس أنا الشخص ده ما بيكمل عندي فتلقى أكثر التخصص بس أزيد معلومة وهو التخصص الوحيد لما نزلت فيه التوصيات كانت التوصيات باستقدام أجانب أكثر كل كانت تقريباً كانت التخصص الثانية كانت التوصيات أنه يوقفوا استقدام أجانب التخصص ده ما يحتاج أبداً أنك تتجيب أجانب بعد كده والهدف أنه زيادة السعودة فيه التخصص السعودي كانت والهدف كانت التوصيات أنك تزيد نسبة يعني مو تستمر كمان يعني فيه تخصص كانت تستمر بنفس النسبة حق للأجانب تخصص التمريض كانت زيادة فيه نسبة يعني نكون متعودين مثلاً نتعاقد مع ألف شخص في السنة نحن لا زودوا 5% كان فوقها فيه خريجين تمريض بس أنه قبل التوظيف بيكون فيه انسحاب إيه فيه انسحاب عنده فيه ناس تشتغل وتنسحب وهذا يخش أسباب كثيرة منها إيش؟ بيئة العمل وهذا مو بسترة في السعودية فيه دراسة متناصات في أمريكا 30% كان عندهم قروب تتبعوهم توهم تخرجوا خلال 3 سنين 30% بطلوا يشتغلوا وغيروا تخصاتهم لما تقرأ من الدراسات لما كانوا بيشوفوا منها الرضة عن بيئة العمل إحنا بنتكلم فيه مستشفيات لما نروح فيها وقد أشوفها الممرض ألقاه في الأسبوع الواحد بياخد شفت صباح وليل وعنده عطى يوم واحد أف الأف دال بنعطى هو بيروح عليها صغير نوموا من الصباح لليل بيصلي في النهاية يقولك أنا ما أبعد الوظيفة بيوصلوا هاد الإرهاق عندهم أو الاحتراق الوظيفي بيوصل عندهم هادي من الأشيات اللي مثلا الدراسات بتقول عليها خلاص جاء يوم القف حقك وهادي بالأسف تصير حتى عندنا هنا وبتصير في الخارج كمعن شاذا حد يقول له شو عنا هنا حتى في أمريكا تصير بيدون له قف يقولون له بستراك انكول فهو يحيش في حالة رعب لما نسوي الدراسة يقول هادول الناس يحيشوا في حالة رعب يجيهم حالة نفسية يخافون الجوال يرن يقولون الدعم يقولون بتاعلوا يعني مقدر يستمتع في القف حقه مقدر حتى يسافر فليش التمريض بيسوه في ده الشي فتلقى هين المشاكل اللي بتصير ما بيدخلوا مثلا من الأشيات اللي لقوها مثلا يقول لك أنا بنتبع المريض 12 ساعة في النهاية ألقوهم اتخدوا قرار وأنا ما أدري عنه وهذا يضر بالمريض حقي فيبقوا إيش صلاحية أكتر ليس صلاحية قد منه إشراك لما أصور خطة العلاجية حقها المريض حقي إيش تتوقع من برنامج جودة الحياة بالناحية التدقيف الصحي وصحة المجتمع مستقبلا إيش اللي راح يتغير راح تغير أشيات كثيرة يعني أنا حس كفاية مو كفاية يعني بس أنه جميل نشوف موضوع أنسنة المدن يعني في صحة المجتمع انت مام ديك تدرس صحة المجتمع من غير ما تدرس أنسنة المدن خلاص دور وجود الحدائق في الأحياء تكون الأرصفة السليمة أن الناس تمارسة هواياتها أن الناس تروح بالدراجة في طرق مخصصة من غير حوادث من الحوادث حدي مشكلة كمان ما أقول للناس روحوا بالدراجات وصير حوادث أن يكون عندهم المسارات المخصصة ليهم فالمسارات هذه اللي أعرف إن شاء الله مستقبلا أن تكون في الأرصفة يكون حتى الشخص المعاق أو اللي مثلا على الكرسي يقدر يتنقل وتكون الأرصفة جاهز أنها تستقبلوا أنت مجرد إن أكون جاسة أنا ما أشاهد رصيف أن الألقى فيها عتبة معناته هذا المسار بيكبروا غير ممارس غير إيش مناسب لشخص إيش معاق فإيش أحبسه في بيته ما أقوله يخرج لا يخرج من حقه أنه يخرج وعيش ويمارس حياة طبيعية هل أنا جاهز تلو المسار والطرق فأنا جودة الحياة برنامج يعني مرة من أكبر المعجبين فيه يعني وبتفاصيل ومجموع برنامج جدا كبير لا يستهدف فقط المواطن السعودي ولكن أيضا يستهدف الأجانب كمان يستهدف أن الأجانب يكون لهم دور في المجتمع يكونوا مدمجين في هذا المجتمع أشهر قضية الإنسانية التي تحمليها؟ أنا ما أحس عندي قضية واحدة لأنه حياة ما هي شي واحد الإنسان لما يعيش فيه أشيات كثيرة هو يفكر فيها وما أقول أنه أنا كشخص عاش في الخارج وعاش هنا واخترت ديترويت اللي شفتها وشفت عالم تاني من أمريكا أثر فيها مرة كثير حمد كثير نفسي على أنه أنا من السعودية أحب ديترويت كدولة عشت فيها كمدينة عشت فيها وتعلمت منها كثير لكن خليتني إيش أعرف أهمية وطن يمكن كثير أنا لما أكلم طلابي أرجع أركز على أهمية الوطن خلاص خصوصا بعد جائحة كورونا في أشيات كثيرة بسيطة في حياتنا نحن ما نشوفها ولكن ما نعرف أهميتها خلاص كيف هذه تأثرت علينا فحلو يكون ما أقول أنا أنه نشوف أشيات سلبية في المجتمع مثلا مو عاجبنا دا مو عاجبنا دا في المجتمع محكم تخصصي أني أكون شخص سلبي لا أحاول أكون دول فعال أني أغير في هذا المجتمع ومن حق المجتمع يأخذ وقته أنه إيش يغير دا الشيء زي من حق المريض هو يقبل علاج حقك ولا ما يقبل علاج حقا ما أقدر أنا أفرض على المجتمع كخصوصة هنتعامل مع مجتمعات ما أقدر أفرض عليهم ممارسة هادي ولكن كيف أحاول أخليها عادات وثقافات من غير ما أجبرهم عليها أوكي هذا شي مهم أنا أحس نفسي كتير أحاول أوصله للطلاب عندي خلاص صح اللشات الممارسات ما هي عجبتكم ولكن إيش الناس اللي هي حق تأخذ وقتها وهذه فقصات المجتمعات كتيرة أنا أستاخد وقت إليهم أتغير خلاص أنا أشوف بنفسي كيف تغير المجتمعات وهذه الأشيات وإحنا في دولة متسارعة جدا أشيات اللي عندي أترى بصير صح أنت تشوفوها ليش ما تغيرنا ليش عندنا هذه الأشيات بس هادي في ناس جلست فيها فوق المئة سنة عشا استغيرها وإحنا بصير عندنا بسرعة خلاص فننتأمل نكون في عندنا أشيات أكتر وأكتر وإن شاء الله وهنا متعة الحياة ما في إنسان رح يكون مبسوط لما كل شيء موجود له ومية بالمية وكل شيء تمام لما يكون في هذا الجهار وإنك تبقى تحصل لهذا الشيء وتوصل لهذا الشيء والتعب هذا هي نتيجة متعة الحياة نحن نبدأ نستمتع بالحياة حقتنا لما تكون كل شيء مثالي مرح نقدر نوصل لهذا الشيء كيف نتأقلم مع مشاكلنا ما في إنسان عايش حيام غير مشاكل ولكن القصة كيف أنا أبدأ أغير منظوري لهذه المشكلة كيف أبدأ أشوفها فرصة التعلم أكثر من إنها مشكلة أنا جاس في بيئة ما عجبتني ترى مو غيرت أني يغيرهم أنا كنت أقول لي طلابي أنت تخرجتي اشتغلتي في مستشفى ما عجبتك قلتني مستقالة رحي مكان تاني أنت تخصص مرغوب رح تلقى وظيفة تانية تلقاكي رحي لها خلاص لا تصبروا وتتعبوا نفسكم على أمل أن شخص بكت النهار يجي ينقبك من هذا كله لا أنت كنت تغير أنت روح وغيره شخص جالس في بيئة مو عجبة ووظيفة حاس إمكانياته فيها مو هي اللي بتكتاخل طب اروح نغيرها نغير حياتنا للشيال اللي نحن نبقى نشوفه فممكن هذه الأشيات اللي أنا أحس نفسك كرسالة أرسلها أكثر من قضية ما عندي بصراحة قضية معينة نفسي هي اللي توصل قد ما إنها رسائل أحس إنه أحب أوصلها كتير قصتك مستمرة؟ ما في إنسان تتوقف قصة حياته قعد ما يموت والناس تكتب قصته يمكن ما زلنا نستمر حياتنا أنا من الناس اللي بعد ما خدت الدكتورة أخد دبلون في التسويق تغير أنا أعرف أبو أبدأ عندي مشروع وأبو أبدأ في التسويق حاجة نهائية خارجة عن النظام الصحي وصحة المجتمع ولكن ما حبيت قصتي توقف كده حبيت أستكشف أشيات أكتر حتى لو وبصراحة يعني شهادة دي مرة أتسفيها يعني ما توقع في يوم الأيام بعد الدكتورة ممكن أخد شهادة تانية لأن الدكتورة في الفلسفة تعتبر أعلى الشهادة حتى الآن موجودة عند البشرية لكن إني أخد دي بروم في التسويق كان جداً إضافة رائعة والعلم ما لحد ولا يتوقف عند شهادة معينة ومسمة معينة شكراً لك ريج هنا نهاية رحلة لتنطلق رحلة أخرى قريباً من المدينة المخضرة إلى كل العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر